السلام عليكم أفضل نسخة هي التي تصنعها بنفسك وتضبطها لتوائم حاجياتك الشخصية وهذا ما تشاهده معي في هذا الفيديو بحيث سوف تشاهد معي طريقة تجهيز نسخة ويندوز جاهزة للاستخدام المباشر بدون تلك المشاكل التي تواجهها عادة عند تثبيت الويندوز بحيث تضطر إلى تحميل التعريفات وانتدار تحميل التحديثات والمشاكل التي تلي كل ذلك مثل عدم اشتغال الواي فاي أحيانا أو مشكلة دقة الشاشة وغيرها ففي هذا الفيديو سوف تتعلم كيف تضيف كل ما تحتاج إليه لنسخة الويندوز بما في ذلك التعريفات والتحديثات ليس هذا فقط بل سوف تتعلم معي كيف تجعلها تقوم بتثبيت نفسها بنفسها وكل ذلك حتى أسهل عليك عملك خصوصا عند عمل فورمات أو تثبيت للويندوز أو ما يأتي بعد ذلك وللإشارة فهذا الشرح يمكن تطبيقه على أي نسخة من نسخ الويندوز وكل ما أطلبه منك هو قليل من التركيز ومشاهدة الفيديو للآخر حتى تستفيد بشكل كامل فهيا بنا إلى التفاصيل أهلا من جديد أول شيء سوف تحتاجه طبعا هو نسخة ويندوز التي تريد العمل عليها سواء كان ويندوز 11 أو ويندوز 10 أو ويندوز 7 أو أي نسخة من الويندوز سوف تجد أسفل الفيديو روابط تحميل مباشرة وسريعة لنسخ الويندوز بعدها سوف تحتاج أداة MCMG التي استخدمناها سابقا أيضا الرابط أسفل الفيديو ثم بعد ذلك اذهب إلى مجلد التحميلات في جهازك أو Downloads وقم بإنشاء مجلد جديد قم بتسميته Drivers ادخل إليه ثم اضغط في الأعلى هنا كما تشاهد في المصار خذ هذا المصار قم بنسخه ثم الآن افتح الPowerShell وأكتب الأمر التالي dism.exe space slash online space slash export dash driver space slash destination column أو نقطة الرأسيتين والآن تضع المصار الذي قمت بنسخه c column slash users هنا عندي مشروح هذا هو التغيير الوحيد الذي سوف يكون أنت عندك في المصار بدل مشروح سوف تكتب اسم المستخدم في جهازك أما باقي المصار فهو نفسه downloads slash drivers كما تشاهد معي يمكنك أن نسخه فقط قم بتغيير كلمة مشروح باسم المستخدم لديك ثم فقط اضغط enter والآن كما تشاهد يتم استخراج جميع التعريفات الموجودة في جهازك حاليا ووضعوها في المجلد الذي يقومن بإنشاءه داخل مجلد التحميلات وبعد الانتهاء يقول لك the operation completed successfully بمعنى أن العمل يتمت بنجاح وإذا ذهبنا إلى المجلد ستجد كل تعريفات جهازك تم وضعها بالفعل بداخلي قم بنسخ جميع هذه التعريفات واذهب إلى أداة toolkate هي نفسها أداة msmg إذن قم بالدخول إليها ثم أدخل إلى مجلد drivers ثم إلى مجلد install بعدها اختر الwindows الذي تريد في حالة أنه هو الwindows 10 طبعا اختر نواة هل هي 64 أو 86 وبالمناسبة 86 هي نفسها نواة 32 لمن لا يعرف ذلك ثم قم بوضع جميع التعريفات التي قمت بنسخها الآن قبل أن نبدأ في عملية الدمج نحتاج أيضا إلى تحديثات الwindows أدخل إلى هذه الصفحة تجدوا أيضا أسفل الفيديو ثم في خانة البحث أكتب servicing stock update windows 10 وبدل windows 10 بطبعة الحال أو windows 10 يمكنكم أن تكتب مثلا ويندوز 7 أو windows 11 على حسب نسخة الwindows التي تريد تجهيزها أنت وفقط الآن اختر نسخة الwindows التي تريد تحميل تحديثاتها في حالتنا الآن هي نسخة 282 ونفس الشيء في الصفحة الثانية أكتب cumulative update windows 10 ومجددا بدل ويندوز 10 يمكنكم أن تكتب نسخة الwindows التي تريد ثم أيضا اختر النسخة التي تريد تحميل تحديثات الwindows لها في حالتنا الآن هي أيضا نسخة 282 وكما تشاهد هذه التحديثات التي تم تحميلها قم بنسخها وأدخل مجددا إلى مجلد toolkit وداخل مجلد updates أو التحديثات اختر نسخة الwindows التي تريد مجددا في هذه الحالة ويندوز 10 نوات 64 ثم قم بوضع التحديثات الآن كل شيء جاهز يمكنك البدء في استخدام الأدات اذهب إلى مجلد toolkit مجددا ثم أولا نحتاج إلى استخراج ملفات الwindows الذي نريد العمل عليه اذهب إلى مجلد ISO وقف على الwindows اضغط على زر فأر الأيمن واختر mount وكما تشاهد تم استخراج ملفات الwindows قم بنسخ جميع ملفات الwindows واذهب إلى toolkit مجددا ثم مجلد DVD وضعها بداخل مجلد DVD الآن عود مجددا إلى toolkit واضغط على start cmd لتشغيل الأدات تفتح معنا أدات mcng toolkit كما تشاهد على هذا الشكل يمكنك العودة إلى الشرح السابق إن أحببت التعظف عليها بشكل أكبر ستجده أيضا أسفل الفيديو المهم الآن فقط اضغط من لوحة مفاتيح لديك على الرقم واحد للدخول إلى source أو المصدر ثم اضغط الرقم واحد مجددا من أجل دخول إلى مجلد DVD الذي وضعنا فيه ملفات الwindows وكما تشاهد تم التعظف على الwindows الذي وضعناه يقول لنا windows 10.64 اضغط على الرقم واحد مرة أخرى ثم اضغط enter واضغط الحرف Y أو Y بالفرنسية يعني أول حرف في كلمة S اضغط عليه مجددا يتم عمل mounting الآن انتظر إلى أن تنتهي هذه العملية وبعدها فقط اضغط الحرف X من لوحة المفاتيح للعودة إلى الوراء الآن نبدأ في عملية الدمج أو الانتغريت فقط اضغط على الرقم 2 من لوحة المفاتيح واضغط enter سوف نختار integrate windows drivers طبعا لأننا نريد دمج التعريفات مع نسخة الwindows إذن اضغط على الرقم 2 مجددا واضغط enter أيضا هنا نختار الرقم 2 integrate windows installation image كما تشاهد أمامه الرقم 2 فقط اضغط الرقم 2 من لوحة المفاتيح أو الkeyboard ثم اضغط enter وكما تشاهد بعد الانتهاء من دمج التعريفات مع الwindows يقول لنا أيضا العملية تمت بنجاح The operation completed successfully والآن فقط اضغط على أي زر من لوحة المفاتيح سوف تعود إلى هذه الشاشة والآن بعد أن انتهينا من دمج التعريفات ننتقل إلى دمج التحديثات قبل أن نكمل الفيديو كما تشاهد معي فقط 26% من مشاهدي القناة من المشتركين بينما حوالي 74% منهم غير مشتركون فرجاء أن هذه الأيام حريصة على تنزيل شروحات بشكل يومي لكن عندما تكون نتائج هكذا والمشاهدات قليلة فهذا أمر محبط ولا يشجعني على الاشتهاد أكثر وهنا إحصائية أخرى من القناة تخبرنا أيضا أن فقط 36% من المشتركين قاموا بتفعيل جرس التنبيهات ولهذا السبب المشاهدات قليلة مقارنة بما كانت عليه من قبل وأيضا لهذا السبب أغلبكم لا يتوصل بالجديد فرجاء عندما نقول الاشتراك وتفعيل زر الجرس لا نقول ذلك من فراغ فلا تبخل علي ولا على نفسك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ثم لايك للفيديو إن أعجبك ولنعود الآن إلى موضوعنا كما تشاهد للدخول إلى التحديثات ينبغي أن تضغط على الرقم 4 أمامه هناك كلمة Windows Updates إذن اضغط الرقم 4 من لوحة المفاتيح ثم اضغط Enter ثم اضغط الحرف Y هو الحرف في كلمة ياس كما قلنا للموافقة ثم Enter بعدها اضغط الرقم 1 من لوحة المفاتيح لدمج تحديثات الWindows تبدأ الأداة في البحث عن التحديثات التي وضعناها مسبقا وتبدأ في دمجها مع الWindows في ملف الـ ISO الجديد الذي سوف نحصل عليه في نهاية هذا الشرح وهذه العملية أيضا سوف تسرع لديك عملية تثبيت الWindows لأنه أثناء تثبيت الWindows يتم دائما تحميل تحديثات الWindows وهي من أكثر الأشياء التي تجعل عملية تثبيت الWindows بطيئة نوعا ما ففقط انتظر إلى أن تنتهي هذه العملية مباشرة بعد الانتهاء اضغط الحرف X وسوف تعود إلى شاشة دمج تحديثات الWindows اضغط هذه المرة على الرقم 2 سوف تظهر معك هذه الشاشة يمكنك أن تختار دمج أي برنامج تشاهده أمامك الآن فقط قم بالضغط على الحرف الموجود أمامه وأهم برنامج يجب عليك دمجه في الWindows هو البرنامج الأول Microsoft Net Framework 3.5 كما تشاهد معي سبقا تكلمنا عنه كثيرا وعن مدى أهميته في العديد من شرحات الWindows مثل حلقة برامج الWindows الأساسية سوف تجده أيضا أسفل الفيديو إن أحباب تتطلع عليها وإن كنت تحب تشغيل الألعاب على الحاسوب لديك فأنصحك أيضا بدمج خدمة Windows Media Future Park كما تشاهد لأن بعض الألعاب لا تعمل بدونها إذن في حالتي أنا الآن أريد فقط دمج البرنامج الأول لذلك نضغط على الحرف A أو R بالفرنسية أول حرف كما تشاهد معي لأنه هو الحرف المقابل للميكروسوفت نيت فريمورد كما تشاهد ثم اضغط Enter بعد الانتهاء اضغط أي زر من لوحة المفاتيح ثم اضغط على الحرف X للعودة للوراء بعدها تظهر لك هذه الشاشة الآن نريد تطبيق التعديلات التي قمنا بها نحتاج فقط للضغط على الخيار Apply كما تشاهد أمامه الرقم 5 فقط اضغط هذا الحرف أو الرقم 5 من لوحة المفاتيح لديك ثم Enter ثم اختر مجدداً الرقم 2 ثم اختر مجدداً الرقم 2 كما تشاهد Apply and save changes to source image حتى يتم تطبيق التعديلات ثم اضغط Enter واضغط على الحرف While للموافقة الآن بقي خطوة واحدة فقط اضغط على الرقم 6 أمام كلمة Target ثم اضغط على الرقم 1 من لوحة المفاتيح لنقوم بإنتاج ملف الأيزو الخاص بنا يمكنك الآن تسميته بأي اسم تريد مثلاً في حالتنا Win 10, 20H2 with Derivals يمكنك أن تختار أي اسم كما قلت بعد أن تكتب الاسم فقط اضغط على Enter من لوحة المفاتيح وتبدأ الأدات في تجهيز ملف الأيزو لديك بعد الانتهاء أيضاً فقط اضغط على الحرف X للخروج من الأدات فقط اتركها تنتهي من عملية التنظيف وبعد ذلك فقط اضغط أي زر من الكيبولد وسوف يتم إغلاق الأدات الآن نأتي إلى الخطوة الأخيرة من أجل تسهيل عملية تثبيت الويندوز حتى لا تتطرى إلى الإجابة على أي سؤال من الأسئلة التي تطرحها عليك مايكروسوفت عادة أثناء تثبيت الويندوز سوف نضع ملفه كل الأجوبة وبالتالي سوف يتم تجاوز هذه المرحلة أثناء تثبيت الويندوز وكما قلت هذه العملية تسرع من تثبيت الويندوز بشكل كبير جداً وتريحك بشكل كبير جداً أيضاً فقط قم بالدخول إلى هذه الصفحة من الرابط أسفل الفيديو يمكنك ترك هذه الخيارات افتراضية كما هي وفقط هنا في اليوزر نيم أكتب اسمك أو الاسم الذي تريد الويندوز أن يستخدمه في جهازك في حالة طبعاً أكتب مشروح وإذا كنت تريد أن تفهم بشكل أفضل هذه الخيارات جميعاً فيمكنك العودة إلى حلقة تخصيص الويندوز ستجدوا أيضاً مع جميع الروابط أسفل الفيديو إذن أترك كل شيء كما هو عليه إن أحببت واختر فقط الاسم هنا في حالة مشروح بعد ذلك فقط انزل إلى الأسفل وإضغط على download file لتحميل الملف وبعد تحميله لإضافة هذا الملف إلى ملف الآيزو الخاص بالويندوز الذي قمنا باستخدامه أو إنشائه سوف نحتاج إلى برنامج enable أيضاً نضابط أسفل الفيديو بعد فتح البرنامج اضغط edit on image ثم اختار ملف الآيزو الذي قمنا بإنشائه من قبل كما تشاهد موجود داخل ملف آيزو بداخل مجلد toolkit الأدات التي استخدمناها هناك تجده أنت أيضاً اضغط next ثم اختار pd من هنا واضغط add في الأعلى ثم اختار الملف الأخير الذي قمنا بإنشائه قبل قليل ملف الإجابة على أسئلة Microsoft أثناء تتبيت الويندوز اضغط عليه لإضافته ثم اضغط next واضغط create now بعدها yes وفقط الآن انتظر إلى أن تنتهي هذه العملية وكما تشاهد انتهى كل شيء اضغط exit لإغلاق البرنامج ولاحظ معي إذا ذهبنا الآن إلى ملف آيزو الخاص بالويندوز الذي قمنا بتعديله وقمنا بعمل mount له لنشاهد الملفات ستجد بأنه تم إضافة الملف الأخير أيضاً بنجاح والآن يمكنك استخدام هذا الويندوز وتتبيثه على أي جهاز وسوف تحصل على صدر كبير جداً في التثبيت ونسخة جاهزة للعمل مباشرة بدون أي تأخير وبدون أي مشاكل وبدون تحميل أي شيء من الانترنت الأشياء التي يتم تحمله عادة من خلال Microsoft بعلمك أو بدون علمك والتي تأخذ وقت طويل وأحياناً تتسبب في بعض المشاكل قبل تحميلها وحتى بعد تحميلها إذن كان هذا كل شيء في حلقة اليوم وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة دمتم جميعاً في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر